المعروف أنه في أي دراسة ذات جدوى عادة تتطلب عند نهاية الاتفاقية أن يعاد تقييم هذه الاتفاقية فإما استئناف الاتفاقية أو ربما تغيير بعض البنود بما يلائم السياق التي تدور فيها الأوضاع الآن أو التحول الدولي المملكة المغربية أين تقف اليوم في هذه الاتفاقية مع الاتحاد الدولي؟ اتحاد أوروبي أولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام فيما يتعلق بسؤالك المرتبط باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والذي سينتهي بعد أيام هذا الاتفاق جاء تطبيقا لضوابط مؤطرة يؤطرها القانون الدولي البحار وتحديدا في المادة السابعة والسبعين من هذه الاتفاقية التي تعطي الحق الحصري للدول ذات السيادة في استغلال موالدها الطبيعية التي جاد الله به عليها وبالتالي فاليوم المملكة المغربية اليوم هذا الاتفاق هو على مشارف النهاية كان هناك المادة السادسة عشر في الاتفاق تنص على أنه يجب إجراء تقييم شامل لهذه الاتفاقية بشكل دوري كان الاجتماع في بروكسيل خلصة إلى بلاغ مشترك هذا البلاغ المشترك تم التأكيد فيه على تعميق الروابط التشاركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعني على كافة المستويات اليوم الاتحاد الأوروبي المغرب شركان أساسيا سيتحولان إلى شركان استراتيجيا ثم المملكة المغربية قامت بتنويع شركائها خارج الشركاء التقليديين اليوم هذا الاتفاق سيكون تطبيقا لما تجري عليه الضوابط المؤثرة دون تأثير بالعوامل المؤثرة طيب قول الحديث عن توجه المغرب ربما لشركاء جدد ولكن لماذا هذا الغموض لا زال يلف ربما مستقبل الاتفاقية التي تعود كما ذكرت حضرتك لألفين وتسعة عشر ما هي مطالب المملكة المغربية اليوم لاستئناف هذا الاتفاق مع الجانب الآخر؟ أولا هذا الاتفاق المملكة المغربية لها حق إبرامي لهذا الاتفاق ولها حق الالتزام بالاتفاق هي أبرمت هذا الاتفاق التزامت ببنوده الاتحاد الأوروبي كذلك حسب البلاغ هو التزم بهذه البنود من يطمح إلى اليوم إلى تمديد هذه الاتفاقية؟ الاتحاد الأوروبي يطمح أكثر من المغرب لهذه الاتفاقية لماذا؟ لأن المغرب يتوفر على الموارد والاتحاد الأوروبي يحقق المردودية انطلاقا من هذه الموارد يعني رابح رابح وبالتالي المغرب يريد شراكة استراتيجية تتجاوز صعوبات التي كانت في الماضي على كافة المستويات لأن الإطار القانوني واضح المادة السادسة عشر واضحة ثم ما هو أوضح في هذه المسألة وهو أن السيادة حسب ضوابط القانون الدولي المعاصر هي واحدة ولا تقبل التزئة ولا تتقادم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الاتفاق ينظر إلى التزئة لا يمكن هذا غير ممكن في قانون الدولي ثم في ممارسة صلاحية الدول الخارجية هناك ثلاث أمور أساسية ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعيها جيدا وهي الاستئتار، الامتداد، ثم حرية اتخاذ القرار بمعنى المملكة المغربية تستأتر باتخاذ القرارات على كافة امتداد ترابي الوطني وبالتالي إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون تنأي المتعدد الأطراف فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار كل الضوابط المؤثرة ويبتعد عن العوابل المؤثرة في هذا الاتفاق وبالتالي ستستمر الأمور على ما يعني تحديدا في هذه النقطة دكتور عبد النبي قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي يقول هذا القرار أنه يجب وقف هذه الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب عدم سيادة المغرب على صحراء هذا ما رفضته المفاوذية الأوروبية واستأنفت هذا الحكم وعيدا المغرب رفض ذلك فبالتالي أيضا هذه المحكمة لم تقل أنه وقفت في المنتصف لم تقل أن الصحراء لما يسمى بجبهة البوليساريو ولكن وقفت في المنتصف هل يمكن للمملكة المغربية أن تعتد بهذا القرار؟ هل هي في وضع مريح؟ أولا فيما يتعلق بهذا السؤال المهم فيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية قرار المحكمة الأوروبية من بين طوابط التي تؤثر العلاقات القانونية الاتفاقية وهي أنه من له أهلية إبرام الاتفاق هو له أهلية الالتزام بالاتفاق هو الذي له هذه الأهلية ليعلق هذا الاتفاق بالتالي فحتى على مستوى القضائي في قانون المعاهدات لعام 1969 أجاب عن هذه الإشكالية حسب الضوابط القانونية حتى لقانون البحار عام 1982 وبالتالي المحكمة هنا عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المسائل الشقة القانونية الصرف من له أهلية التقادي؟ هل رفع هذه الدعوة دولة من دول الاتحاد الأوروبي؟ لا هل يمكن للقضاء الاتحاد الأوروبي أن يقبل بدعوة رفعتها جمعية؟ ليس لها أصلا أهلية التقادي وليست بشخص أشخاص القانون الدولي؟ مسألة تانية وأساسية على هذا المنحة وعلى هذا المغزى؟ فالقضاء يجب عليه عندما يريد تفسير اتفاق دولي أو حتى تأويله أو حتى إصدار حكم بشأنه أن يأخذ بعين الاعتبار أجوبات وزارة الخارجية ووزارة الخارجية المفوضية أو وزارة خارج الاتحاد الأوروبي يجب هي التي ستسلم المحكمة يعني هذا الجواب ولا يمكن للقاضي أن ينظر في مسائل سيادية ويطبق عليها مقتضيات يعني سيادية عليه أن ينظر إلى القواعد المؤترة ويبتعد عن العوامل المؤترة ولا يمكن بحي حال من الأحوال أن نقبل توظيف السيادة في مسائل السيادة القضاء البريطاني فقط على ذكر هذه النقطة دكتور عبدالنبي بما أنك تحدث عن القضاء القضاء البريطاني قبل يومين فقط رفضت روحات البوليساريو فيما يخص مواجهة المغرب بخصوص هذه الاتفاقية اتفاقية الصيد البحري والفلاحة ضف على ذلك أيضا القضاء الفرنسي أيضا إلى أي مدى كل هذا يخدم المملكة المغربية وأيضا المملكة الهولندية يوم أمس اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه هو بكل تأكيد لأن المغرب هو في صحرائه والصحراء في مغربية كما قال جيلت لك حفظه الله إلى أن يرد الله أرضه من عليه القضاء الدولي بكامل القضاء ولو العالمي هو سيدهب في هذا الاتجاه لأن المغرب في صحرائه ويملك الحجاج ويملك يعني كافة الأمر مرتبطة ولا داعية للدخول في بعض التفاصيل التي لا تفيد المغرب في صحرائه يوظف المنجزات لخدمة أقاليمه الجنوبية ولخدمة تنميته البطالية ولخدمة إدماج علاقاته اقتصادية هو يستثمر في بناءه والتحتية الصيد البحري لجميع المسائل المرتبطة بهذا المجال وبالتالي الواقع اليوم على الأرض يؤكد بأن المملكة المغربية هي في صحرائها وعلى أن الصحراء ضلت وستظل دائما يعني أرض مغربية أساسية وعلى القضاء وعلى حتى أولئك القضاء الذين يتخذون بعض المواقف السيادية عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا المجال ولا يمكن بأي حال من الأحوال كما هو وارد في القانون من له أهلية الإبرام ومن له أهلية الالتزام هو الذي له أهلية التقادي ومن لا يملك هذه الأهليات فكيف يمكنه أن يذهب إلى التقادي أصلا؟ طيب دكتور عبد النبي يعني هل ستتأثر هذه الاتفاقيات لم يستمر المغرب ربما في استنافة الاتفاقية أو تجيدة الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بما أن هناك بعض الدول ترفض ربما الاتفاقية بشكلها الحالي هل ستتأثر حتى الاتفاقية التنائية بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية أم أنه تم تجاوز ذلك الأمر بما أنه الموقف البيني اتضح وهذه الدول اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه هو بكل تأكيد الشق الأخير في السؤال هو الواضح والصحيح لماذا؟ لأن حتى في العلاقات التنائية على مستوى الصيد البحري هنا انتقلنا من العلاقات التنائية إلى العلاقات متعددة للأطراف وبالتالي المغرب هو اليوم يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي كل ولا يتفاوض مع الدول في إطار علاقات التنائية حسب البروتوكول المؤطر لهذه المسألة وبالتالي اليوم الاتحاد الأوروبي ويرغب في تمديد هذا الاتفاق المغرب يريد كذلك تمديد هذا الاتفاق لكن بشروط تفضيلية بشروط مهمة يريد الوضوح وكان عليه الأمر في الماضي صحيح الوضوح دبلوماسية الوضوح والطموح مع الاتحاد الأوروبي لا على مستوى يعني الصيد محاربة الصيد الغير التقليدي يعني المسألة المرتبطة بالشفافية المطلقة على إفراغ الحمولة على مجموعة من الأمور المرتبطة بحفاظ التروات الطبيعية وبالحفاظ ثم احتران مسألة متعلقة بالراحة البيولوجية كثيرة هي الأمور التي يمكن أن يكون فيها اتفاق البلاغ المشترك كان أكد على هذا المسعى وعلى هذا المنحة الذي يذهب في اتجاه يعني تيسير هذه الأمور وبالتالي مغرب في كل الأحوال ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتأثر لأنه أصحاب الموارد الذي يتأثر هو الذي يأخذ المرضودية من الموارد ولا يمكن لأصحاب الموارد أن يتأثروا فأرض الله واسعة الشركاء متنوعون والخيرات في المملكة المغربية فمن أراد أن يستمر وأن يزدعر فعليه الوضوح ومن أراد غير ذلك فلا يمكن له إلا أن يقع تحت الرضوح شرط التعامل مع المغرب المرجح هو السيادة على كامل أراضي أي أن أي اتفاق خارج هذا الإطار فهو مرفوض بالنسبة للمغرب طيب هذا مفهوم الدكتور عبد النبي ماذا بالنسبة لهذه الاتفاقية إن لم تستأنف هل ستتأثر المملكة المغربية بعدم دخول ربما هذه الموارد وهذه المداخين من الاتحاد الأوروبي أم كما ذكرت لها شركاء جدد أولاً المداخل التي يحصل عليها المغرب من الاتحاد الأوروبي اليوم أكيد أن الاتفاقية لن تكون بنفس المداخل التي كانت في الماضي ويجب رفع هذه المداخل لأن اليوم هناك أمور أخرى ليست كأمور أربع سنوات فيها تحديات فيها أسعار تم رفعها فيها مجموعة من الأمور لا بد من معرفة تحديات الآخذة في تطور التحولات التي يعرفها النظام الدولي على هذا المستوى ثم كذلك المغرب لا يعول على المداخل الصيد البحري هي إحدى من إحدى المداخل التي تدخل إلى خزينة الدولة لكن هناك تنويع الشركاء هناك تنويع المداخل وبالتالي من هذه الناحية المغرب مرتاح يعني بشكل أوتوماتيكي إن استمر الاتفاق فمرحباً إن لم يستمر فمرحباً فأرض الله يواسع